هل انتقمت روسيا من اول بلد اوروبي في الوقت اللي فيه كان ضرب في مدينة بيلوغراد الروسية حدث حريق هائل كما نرى امامنا في الصور في احد ملاكز التسوق في العاصمة البولندية وارسو واشتعلت النيران اليوم بمجمع تجاري في بولندا يضم 1400 متجر ونقطة خدمة ادى الحريق الى انهيار سقف المجمع وتم اجلاء الاشخاص المتواجدين فيه وزي ما انتم شايفين حريق هائل في 1400 متجر في بولندا حريق هائل كما نرى امامنا وفي نفس الموعد الذي ضرب فيه مدينة بيلوغراد الروسية وتهمت المساندين لاوكرانيا في مساعدتها في ضرب الاماكن الروسية مظاهرات عالمة متظاهرين اسرائيليين يقطعون الطريق ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ضد الحكومة في تل ابيب بسبب التقاعص وفشل عملية تبادل الاسرة والبعض بيعتبرها يعني فشل حكومي وقطع الطريق زي ما انتم شايفين في الصور والفيديو ما فائدة عملية تبادل الاسرة كما نرى امامنا بعد نحو شهرين من الافراج عنه قوات الجيش الاسرائيلي تعيد اعتقال الاسير الفلسطيني المحرر علي محمد غيطان بعد اقتحام قرية قيبة غرب رام الله زي ما انتم شايفين الاسير ده لسه لشهرين خارج من الاسر ويمكن يطلع الاسرة وتاخدهم تاني ما هما تحديدها يعني ما فيش مشكلة مقطع فيديو طريف متداول يظهر فيه ملك الدينمارك فريدريك العاشر وهو يرفع العلم الاسرائيلي من الشرفة ويصفق لمئات المتظاهرين المشاركين في المظاهرة تضامنية مع فلسطين في شوارع كوبنهاج وما فعلته المقاومة ادى الى كسير من الدول تحاول الاعتراف بدولة فلسطين ومنح دولة فلسطين عضوية كاملة اكثر من خمس دول اوروبية لاني عادين يخلص من القصة دي وما يحدث لفلسطين له علاقة بما يحدث في اوكرانيا وروسيا والعالم زي ما بيقوله منقسم الى فريقين ايضا معنا الفيديو بمنطقة بيلوغراد التي تم قصفها من قبل الجيش الاوكراني وصابة الكسيرين في هذه المنطقة اقول لكم على تفاصيل منطقة بيلوغراد يعني اعلن سفير المهام القصة في وزارة الخارجية الروسية ان رعاية نظام كييف لجانب لهم علاقة مباشرة بقصف الكوات الاوكرانية مدينة بيلوغراد الروسية بالصواريق وقزائف الرجمات مؤكرة ان النظام كييف سيدفع سمن حجومه وان رعاية الاجانب للنظام الذين نصبوه في كييف لهم علاقة مباشرة ويقول لكم ممكن يكون في علاقة بين هذه وما حدث في بولندا فهذا العمل التهمت ان رعاية نظام كييف لجانب لهم علاقة مباشرة بالحجوم وقد يكون ما حدث في بولندا رد على ما حدث في بولوغراد ممكن يبقى عنوان الفيديو هل انتقمت روسيا من بولندا على قصف بولوغراد ده يعني ده سؤال نينا وللمشاهدين نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طاقم مقاتلات سو 34 باستهداف معاقل ومعدات الكوات المسلحة الاوكرانية بقنابل من طراز فاب 500 في منطقة العمليات العسكرية ونرى امامنا مقاتلات سو 34 وهي تحمل قنابل فاب 500 في منها 1500 وفي منها 3000 هذه القنابل فاب المدمرة طيب حدث في روسيا يعني شيء مهم في روسيا بوتين يقترح تعيين اندريه بليسوف وزيرا للدفاع وسرغ شويغو كده خلاص بوتين اقترح الرئيس الروسي بلاديمير بوتين اليوم تعيين اندريه بليسوف وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية وكتب مجلس الفجرالي الروسي عبر قناته ان المجلس الفجرالي تلقى اسماء المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لمنصب وزراء روساء معدد من الادرات الفجرالية والتشاور وتم اقتراح اندريه ريموفيتش بليسوف لمنصب وزير الدفاع واقترح بوتين اعادة تعيين الكسندر بولتوك رئيسا لجهاد الامن الفيدرالي وسرغي ناركشير رئيسا لجهاد المخابرات الحربية واقترح بوتين اعادة تعيين سرغي لفروف بمنصب وزير الخارجية وده اسد وزارة الخارجية سرغي لفروف واقترح ايضا اعادة تعيين ديمتري كوشوف رئيسا لخدمات الحماية الفيدرالية وكسطنطين وزيرا للعدل وبلاديمير كولونو لينتسيف وزيرا للداخلية. أهم هذه التغييرات هو تغيير سرغي شويغو بوتين يعين سرغي شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي. هل هذا ترقية أم ماذا أفعلت الخدمات الصحفية للكريملين أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين عين سرغي شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي ووقع رئيس الروسي بلاديمير بوتين على مرسوم بشأن أمين مجلس الأمن الروسي الاتحادية تعيين سرغي شويغو أمينا لمجلس الأمن الروسي وكان شويغو يشغل منصب وزير الدفاع واقتلح الرئيس بوتين اليوم تعيين أندري بلسوف خلفا له وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن قرار بوتين بتعيين مسؤول مدني في منصب وزارة الدفاع يعود إلى الحاجة إلى إدخال الابتقارات وأكد بيسكوف أن شويغو الذي سيتولى منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي سيكون في نفس الوقت نائبا للرئيس اللجنة الصناعية العسكرية الروسية يعني مش هيسيب عبا أعلى من وزارة الدفاع على حسب تصريحات بيسكوف رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بتحمله المسؤولية الكاملة عن إخفاق في 7 أكتوبر قال رئيس الأركان الإسرائيلي ريتس هاليبي مثال يوم أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي بصفة قائدة للجيش الإسرائيلي وأوضح في كلمة أنا القائد الذي أرسل الإسرائيليين للمعرقة التي لم يعودوا منها وإلى المواقع التي اقتطفوا منها مؤكدا لأن بلاده مصرة على أكمال المهمة خلال الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة حسب صحيفة معرف الإسرائيلية وأعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على الجانب الفلسطيني طبعا كل شوية يقول لك سيطرنا وقال لك سيطرنا على شمال غزة ويعني اكتشفوا أنه تم إصابة جنرال كبير قائد الجيش في شمال غزة واستقال الجنرال آخر لعدم التخطيط لما بعد الانسحاب من شمال غزة ولا خلصنا من شمال غزة الروح رفح وفاجه لقوا المقاومة بكامل قوتها في شمال غزة وقال الجيش الإسرائيلي في بياننا قتل عشرين مسلحا وعصر على ثلاث أنفاق لا الكلام ده يعني كلام لرفع الروح المعنوية تسيبي ليبني بتقول لك نحن في حالة سقوط حر منذ سبعة أكتوبر قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليبني أمس أن بلادها في حالة سقوط حر منذ قيام حركة حماس بعملياتها العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي ونشر تغريدة جديدة على حسابها الرسمي أمس أكدت من خلالها أن إسرائيل في حالة سقوط حر منذ السابع من أكتوبر وأوضحت ليبني أن نيتانياو لا يحصل مسألة إيجاد بديل لحركة حماس بسبب وجود وزيرين متطرفين على حد قولها في حكومته ووزير الأمن إتمار من غفير ووزير المالية بتسائيل سيموريتش وأوضحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة أن هذا الأمر يؤخر انتهاء الحرب في قطاع غزة وفي السياق نفسه صالح وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المقطط لمدينة رفح ينوب قطاع غزة في حال تم التواصل الاتفاق بشأن اطلاق صلاح المحتجزين الذين تم تحتجزهم حماس هم طلعوا من شمال غزة لأوا المقاومة موجودة بيطلعوا من مكان تحياتي لكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم زريف العديد تحية